بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 7 part 6 details of reinforcement for flat slabs بنتكلم انك بعد ما خلصت الديزاين المطلوب انك تبدأ توزع حديد التسليح بتاعك ده مثال على flat slab ده البلاطة بتاعة السقف اللي هي ال ts وهنا عندنا الكيس اللي هي فيها column head مع drop panel لان ال flat slab عندنا 3 cases ايدي ال flat slab مع column او flat slab مع drop panel او flat slab مع drop panel مع column head وده في حالة لما يبقى live load عندك عالي جدا فبنقول انك بعد ما بتعمل عملية التزاين مطلوب انك تحط الحديد عندك في اتجاهين اللي هو الاتجاه الطويل والاتجاه القصير كل اتجاه عندي بيبقى فيه column strip وبيبقى فيه field strip زا ما احنا شايفين ال column strip عندي اللي هي بتبقى متضمنة ال columns وال field strip اللي هي مفاهاش ال columns ده صورة لل flat slab الحديد اللي موجود بالداخل عندي ده حديد ال column وادي ال column head ده الحديد اللي هو سواء الحديد الصفلي والعلوي ودي الكنات اللي موجودة ده مثال على corner panel وايه المقصود بالcorner panel ان احنا بنقول في ال flat slab بيبقى عندي مجموعة من panels فيه panels بتبقى داخلية وفيه على edge وفيه corner panel فده مثال على التسليح بتاع corner panel سواء تسليح ال column head او ال column strip او field strip طيب تقطيع الحديد ورص الحديد عندي ده مثال على ال column strip اللي هي العرض بتاعها L2 على اتنين وده مثال على field strip اللي هي العرض بتاعها L1 minus L2 على 2 ده الحديد المطلوب علشان يتقاوم العزوم اللي هي المجابة فبنقولك في حالة column strip الحديد ما تقطعش فيه يعني الحديد بيتاخد بالكامل في center الى center واللاحظ ان مسافة الركوب هنا بتبقى المينموم بتاعها 7 سنتي ونص طيب ده الحديد الموجود عند الساببورد بيمتد في البحر المجاور 3 من 10 اللي هو L طيب حتلاحظ ده الحديد الخارجي الموجود عند الساببورد الخارجي ده 3 من 10 L لو جيت حسبت المسافات دي دي 3 من 10 ودي 3 من 10 يبقى فيه جزء عندك ما فيهوش حديد فبنحط الحديد الإضافي اللي هو 5.10 في المت يبقى انت كده عملت توزيع الحديد اللي موجود في الكورم strip طيب في الفيلد strip بإلفر الحديد المطلوب لمقاومة العزوم المجابة لا بنعمل فيه cut off يعني نص الحديد بيبقى مستمر والنص التاني بنقطع فيه ومسافة القطع دي اللي هي 1.25 L اللي هي الاسبال نفس الكلام الناحية دي نجي عند الحديد المطلوب لمقاومة العزوم السالبة اللي هو الarea ستيل عشان تقوم العزم الموجودة عند الساببورد فبنقول انه هو بيمتد في البحر مسافة 22 من 100 L اللاحظ في حالة الكلام strip هنا 3 من 10 هنا 2 من 10 نفس الكلام ان الحديد العلوي عندك بيغطي جزء فانت في الحالة دي مطلوب منك تبدأ تحط حديد إضافي اللي هو 5.10 في المتر ده مثال تاني على الفلات السلاب ولكن في حالة وجود drop panel زي ما احنا شايفين drop panel اللي موجودة عندك ادي drop panel ايه اللي بيحصل في الحالة دي التسليح اللي احنا بنقول عليه في حالة column strap ده الarea ستيل ما بتقطعش فيه ولكن بيبقى عندنا تسليح إضافي مطلوب اللي drop panel فبناخد هنا نص الarea ستيل يبقى ده الحديد اللي موجود داخل اللي drop panel للحديد العلوي لازم يعدي نصه اللي هو البانل والنص التاني بيبقى بطول البانل المسافة المينمم بتبقى 2 من 10 المسافة بتاعة الحديد الطويل اللي حيمتد برا البانل يبقى 3 من 10 اللي هو اللي ستيل يبقى الاختلاف في الحالة الاولينية اللي ما فيهاش drop panel مع الحالة اللي فيها drop panel اللي هو تسليح اللي drop panel لكن بالنسبة للفيلد استراب لانه ما فيهاش drop panel نفس التسليح اللي اتكلمنا عليه قبل كلا اللي هو نص الحديد مستمر والنص التاني بتعمل فيه cut up ترجمة نانسي قنقر